أهلا بكم مشاهدي العربية من جديد انتقل لأن مشاهدينا إلى ملف الانتخابات الإيرانية حيث ملامح المترشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية بدأت تتشكل تدريجيا انطلاقا من الإعلان الرسمي بترشيح سعيد جليلي المحافظ المتشدد والمقرب من المرشد الأعلى كما هو معلوم من الأسماء التي أعلنت ترشح رسميا أيضا وزير الصحة الإيراني الأسبق مسعود بيزشكان وأحد قيادات الجناح الإصلاحي وبرلماني عن مدينة تبريس لكن روان من الإسمين المطرحين ثقل سياسي معين بالداخل الإيراني ماذا نعرف عن الإسمان الذي ذكرته قبل قليل ليال أبرز ما يميزهما هو أن جليلي يعد من صقور المتشددين فيما بزكشكيان يعد من حمائم الإصلاحيين المحافظ المتشدد سعيد جليلي يعد مقرب من المرشد الأعلى وشغل منصب ممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي وكان جليلي رئيس فريق التفاوض النووي خلال الفترة التي فرضت فيها أشد العقوبات على طهران كم أنه هو الذي وضع العصى في عجلات حكومة حسن روحاني مع حكومة الظل الخاصة به وأخذ حصة من حكومة إبراهيم رئيسي في عام 2021 ترشح جليلي مرة أخرى للانتخابات الرئاسية لكنه انسحب لصالح إبراهيم رئيسي اسم آخر أعلن رسميا ترشحه للرئاسة وهو مسعود بيزشكيان أحد قيادات الجناح الإصلاحي والذي تعرض ترشحه سابقا للنقض من قبل مجلس صيانات الدستور عام 2021 بيزشكيان شغل منصب وزير الصحة في عهد الرئيس سابق محمد خاتمي إضافة إلى كونه برلماني في مدينة تبريس اشتركوا في القناة